تفادياً لانهيار العراق السياسي الذي حضرت منه أصوات أممية ودولية يسير سياسي البلد على نهج التقارب بعد قناعة تامة أن الحل يكمن في إنهاء الخلافات والبدء في الاجتماع على تفاهمات من شأنها إنقاذ مشروع العراق الحديث الذي يدعم بناء عهد جديد وهنا تتقارب الأصوات التي تثمن دور اليد الواحدة في تعزيز لغة الوطنية منها ما صدر مؤخراً على اللسان الاتحاد الوطني الكردستاني بوصف علاقته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعلاقة زواج كاثوريكي أي أن تفاهمات البيت الكردي الكردي وكذلك التقارب مع وجهة النظر السياسية في بغداد من شأنها أن تحلحل أزمة طال أمدها وامتد أثرها إلى الشوارع والساحات وفي ظل بناء لغة التقارب دشن سياسيون تحالفاً جديداً حمل اسم تحالف الموقف العراقي الذي وضع خريطة طريق تمثلت بتسعة بنود من شأنها حل الأزمة السياسية الرهنة ويطرح التحالف الجديد خريطة حل بالبنود الآتية اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة تشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية يدعو التحالف المحكمة الاتحادية الموقرة الإعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقاً للمادة الرابعة والستين من الدستور اعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة تشكيل فريق من ذوي الاختصاصات يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة يدعو التحالف القضاء العراقي المستقل إلى فتح ملف قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين وملف فساد وإهدار المال العام وملف التسريبات الصوتية ومحاسبة ومعاقبة من تسبب بضيع الدولة وإهدار مواردها الدعوة إلى عدم زج القوات الأمنية في صراعات سياسية